السلام عليكم، أنا أميرة أورون، سفيرة دولة إسرائيل في جمهورية مصر العربية. أود أن أعبر عن سعادتي لتمثيل دولة إسرائيل ديبلوماسياً في مصر بعد مودي 29 سنة من العمل في السلك الديبلوماسي عندما شغلت منصب المستشرة للشؤون الاقتصادية في السفارة الإسرائيلية في مصر. كل سفير في مصر دولته في البلد الموديف له أرمياته ولكن للسفير الإسرائيل يلدى مصر مهمة إدفيا على وهي خدمة وتعزيز السلام بشكل يومي. أنا مولودة في أورشלים الكودس وأعلت والدي قدمت إلى الكودس من سالونيك عام 1800 وعائلة والديتي قدمت من أورفا عام 1900 أشرت عائلة والدي في سكندرية لفترة أما والدي فتولد في البلدة الأديمة في الكودس لما رجعت العائلة من مصر. اللغة العربية كانت دايماً موجودة في بيتنا وخاصة اللحقة المصرية العمية وكمان كنا بنشوف الأفلام المصرية المزاعة في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم الجوم. أنا اتعلمت اللغة العربية في المدرسة الثانوية سمى الجامعة وده ساعدني ألتحك بالسلك الدبلوماسي وطول حياتي العملية انشغلت بالشؤون الشرق الأوسط واتكلمت باللغة العربية مع كتير من الأصدقاء من الدول المختلفة وأنا ساعدة جداً أني أدرت أجمع بين هوياتي ومهناتي. من كم يوم واحدة من زميلتي مدى أهمية وكوة هذا السلام اتفاقات كيم ديفيد غيرت الواقع في منطقتنا لسلح الجميع ودمنت للشعبين الإسرائيلي والمصري التعاون والإزدهار. من خلال عملي أنا دايماً بطابع تطور العلاقات بين الدولتين وأكيد هذا التعاون مفيد جداً وبيساهم في استقرار الشرق الأوسط. ما في الشك أن التنسيك والعمل المشترك بين كوات الأمن والجيش للبلدين والاحترام المتبدل لرعاية مؤهدة السلام بيساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الأمنية على البلدين من الجهات الخارجية. وبالإدافة إلى التعاون الحكومي عندنا أهمية كبيرة للتواصل بين الشعبين لأن هذا يشكل العنصر الحيوي والأساسي للسلام. وعلشان كده لازم نستمر في الخلق الفرص الملائمة للربط في الكتاعات المختلفة في المجال الاقتصادي والزراعي والسياحي والاستفادة من الخبرات المتبادلة. واحد المشاريع المسمرة اتفاية الكوز عام 2004 التي حقا انجزات ملموسة للصناعات الإسرائيلية والمصرية والذي من خلالها بلغت كيمة صديرات المنصغات المصرية والإسرائيلية للأسواق الأمركية مليار دولار. ومؤخرا سعى البلدين ليكمت إطار التعاون في مجال التاكا وتم إنشاء منتدى رز الشرق الأوسط. وكسفيرة سأبذل كل جهدي لتطوير وزيادة النشاط الاقتصادي بين إسرائيل ومصر. وأكيد هذا النوع من الاتفاية هي الحافظ والدافع لتعاون الاقتصادي بين الدولتين. إن الاحترام المتبادل من أهم صفات العيش بالسلام وعلاهي فإن سعى سيادة الرئيس السيسي بالدعوة للتسامح بين جميع الأديان والتواف والحفاظ على التغاث اليهودي من ترميم المعابد والمكابر اليهودية في مصر. لك ترحيباً والتقديراً من كبل الشعب الإسرائيلي واليهود في أنحاء العالم. أنا بعتبر مهمتي في مصر مهمة جداً لأن مصر ماهد الحضارة وينسجن فيها المادي بالحضارة. وكمان الكدرات المصرية على مواجهة تحديات المستعبل. وكأول إمرأة ومصر دولة إسرائيل كسفيرة لدى مصر يسعدني أن أتابي وأدرس السياسة التي يقودها الرئيس السيسي بخصوص تمكن المراه المصرية ودفعها إلى الأمام في شط المغلات وأرسل تحياتي لجميع نساء مصر المشاركات في الواقع الجديد. اسمحوا لي كلمة أخيرة، كل صفير محتاج شركة في الدولة المهدفة وأن كل ثقة أن العمل المشترك سيؤدي إلى الاستمرار ببناء صاخ السلام والإزدهار لإسرائيل والمصر معاً. ترجمة نانسي قنقر